وإلى اليمن حيث ذكرت مصادر عالمية أن الجيش الوطني اليمني تمكن من استعادة السيطرة الكاملة على مباني فرع البنك المركزي في شرق مدينة تعز إلى ذلك تواصل الميليشيات استهدافها بالمدفعية الثقيلة أحياء المدينة لليوم الثالث على التوالي حيث ارتفع عدد ضحايا من المدنيين إلى 51 بين قتيل وجريح وفدت مصادر محلية أن الميليشيات قصفت أحياء الضبوعة وساحة الحرية والأحياء المجاورة لها بالمدفعية الثقيلة فيما سقطت عدة قذائف على حي باب الكبير والأحياء الشرقية